السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد مع السوميا بسوميا مستوحات من المطبخ الروسي شفتها عند واحد طبخ روسي بطريقة مختلفة عجبتني طريقة شديدة وبدلت فيها باش تتوالم مع المطبخ الجزائري والمطبخ المغربي والأي مطبخ عربي ان شاء الله نتمنى تعجبكم الطريقة اليوم وتشاركوها مع أحبابكم لا تنساوش البنات الاشتراك في القناة والليكمون تغطي وعاكم في هذه الوصفة نحتاجوا قطع لحم الأحسن يكونوا بالعظم التحم وفيهم شوية شحمة انا استعملت الموزات الغنمي ونحتاجوا فيها الطماطم البصل الثوم الفلفل سواء فلفل حار سويت بابر ونحتاجوا فيها الفلفل الأسود وكي ما راكم تشوفون حكموا البصل أنا درت لتحبات بصل في هاد الكمية تقدروا تكتافي وبزوج كي ما تحبوا غير هاداك البصل لازم تقطعوه قطعة كبار باش نفرشوهم في القاعة ديالتنجرة نديروا القليل فقط من زيت الزيتون لانه الملجيت ومحبيناش المرقة تجينا فيها واحد لصوص الخضر تكون بنينة تقدروا تغمسوها وتقدروا تأكلوها نحكموا هادوك القطعة البصل نفرشوهم في الطنجرة ثقيلة يعني اثقل طنجرة تكون في البيت استعملوها باش ما يتحرق لكم الخضر و هاداك على شحناية فرشنا البصل من تحته باش يبروتيجينا الحم ما يتحرقش لك نحطينا الحم قبالة داخل طنجرة الحم التعنا رايح يتحرق و يسقلنا داخل طنجرة من بعد باش تحطوا الحم التاعكم من فوق و تزيدوا تحطوا فوق منه الفلفل التاعكم انتوما اي نوع تاع الفلفل متوفر عندكم تقدرو تستعاملوه الى كان عندكم الفلفل الكبير تحكموا الحبات تقطعوها على زوج ولا على ثلاثة المهم انتوما لكم الاختيار في الطريقة تحت تقطيع الفلفل التاعكم سواء فلفل اخضر ولا احمر ولا اي لون متوفر عندكم نديرو هذو كل حبيبة تاع الفلفل الاسود التاعنا و نزيدو نكملو الحبات ديال الطماطم ليش هطونا كل واحدة نقسموها على زوج انا عندي هاد الحبيبات صغيرين انتوما ما اميلا كان عندكم الكبار اقسموهم على زوج ولا اقسموهم على اربعة المهم باش طماطم ممكن تحلوها تطلق هذا المتحة وتبدو ان نلحم في الحريج وش نحن نحتاجو وش نحن نحتاجو الملح و الكمون و الفلفل الاسود ثلاثة مكونات فقط اللي راح نحتاجوهم في الحريج تاع هاذ الوصفة تاعنا الملح الكمون و الفلفل الاسود اللي حبت تستغناء الكمون تقدر تستغناء الكمون ولكن ما تحبوش قلت لكم انا الوصفة بدلتها على حسابي انا هي الوصفة الاصلية ما فيهاش الكمون انا زلت لها باش تتلائم مع المطبخ العربي تاعنا الطريقة اللي متعودين حنا العرب انطيبو بيها نزيدو ذو كالمرحلة اللي ما قبل الاخيرة ديال هاد الوصفة تاعنا هي اننا راح نخلطو كمية من الطحين الابيض او ملفارينة الكمية اللي تبانلكم على حساب الحجم تاع الطنجرة تاعكم و نعجنوها مع شوية ما بارد ولا دافئ في هاد المرحلة ما كيفاش راح يكون نعجنوها حتى تحصلو على عاجينة ما تكونش ناشفة بزاف و ما تكونش جارية بزاف يعني تكون تتلصق و تكون تقعد تلصقنا في يدينا نعجنو هذك الخالطة تاعنا و نجوزو ان نخد نحن نخدموه كيما نقولو احنا في زير قفال كيما كانو الناس بكري يقفلو به طنجرة كيطيبو ولا كيحبو يطيبو حاجا كفي مرقتها ولا كانو يستعملو القفال ولا كيفورو الكوسكوس ولا الشربة ولا كانو يستعملو القفال هذي طريقات على القفال ناس بكري هي اللي هكا كانو يخدموهما يعني انا جداتي لا يرحمها نشفى عليها هكا كانت تتقفل طنجرة تحت تعكيد تكون طيب في الشربة ولا طيب ولا تفور في الكوسكوس المهم نجوزو بهذك العجينة نغلقو هذوك الشنايف و هذوك الاطراف تاع الطنجرة تاعنا كامل نتأكدو باللي ما بقاوش محلورين باش ما يخرجناش الهواء والستيم ديال الخضر تاعنا هذوك الفيتامينات تاعنا كاملين نحتافظو بهم حتى حاجة ما تخرج نطيبو الطنجرة تاعنا على 500 درجة نكونو ديجا سخنا الفرن مقبل 500 درجة فهرنهايت و بعد كي تجوز نص ساعة ننقصو لها 375 و نخليوها طيب مدة ساعتين ساعتين نطفيو عليها يعني تاخد لكم ساعتين ونص على حساب ثاني النوعية ديال اللحم التاعكم إلا كان اللحم التاعكم عاصي تاخد لكم أكتر إلا كان اللحم التاعكم فتي فراش تاخد لكم هنا كما تشوفو انا الوصفة تاعي طابت وجبتها من الفرن ما نحكي لكم شعل الريحة اللي خرجت منها كي حليتها روعة روعة بنينة نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم يعني هذك الخاليط تاع الخضر مع الطماطم مع البصل تلق هذك البنتي ومع الحم طب كل شي مغطي يعني كل شي قعد لداخل الخضر التعناح تافضوا بالمدى اقتحهم كامل ما ضعت منهم حتى حاجة تقدروا تقدموا الأكلة ديالكم في الطنجرة التحاكمة اللي طيبتوها فيها انا اختارت انني نحطها في صحن التقديم على جل هذه الطنجرة سخونة بزاف وانا كما راكم عارفين عندي ولادي صغار يعني ما ما حبيتش نحطها فوق طبلا نخافهم يحرقوا روحهم ميتوا مايلا كنتوا غير ناس كبار تقدروا تنقيوا هذوك شنيف ديال ولها جيدا من هذك الخبز اليابس وتحطوهات يعني تقدموا فيها تقدموا فيها الأكلة ديالكم راح اتعطيكم منظر شباب وتعجب ضيوفكم وراحين يعني لفت كدتوا يشوفوا هذيك الطريقة كيفاش حليتوها وكيفاش طيبتوها راح اتعجبهم بزاف وتشوقهم باش يذوقوها وان شاء الله يعني راح اتحمر لكم وجكم اكلة بنينة بزاف صحية ما فيهاش محتفظة بالفيتامينات ولها كامل للداخل المهم راني شكرتلكم بزاف وهدرتلكم بزاف على هذ الوصفة انتمنى ان شاء الله نقنعكم وان باش تجربوها وما تنساوش اللا جربتوها شاركوا معي التطبيقات تتوعكم في انستغرام بتاعي سمياز وريسيبيز ولا في المجموعة تاعيتها الفيسبوك حتى هي سمياز وريسيبيز انا بينزوج بسميتهم نفس الاسم سمياز وريسيبيز باش ما تتوضروا لا في الانستغرام ولا في الفيسبوك تعليقاتكم الاشتراك ما تنساوش خليولي اللايك وفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو جديد يوصلكم وصفاتي قناتي مبنية على ساهل لبنين انسهل لكم قد ما نقدر الوصفات ويكونوا بنان ويحمروا لكم وجكم خصوصا للمبتدئات شكرا لكم بزاف وعليكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة